جدد رئيس السيسي التأكيد على أن القضية الفلسطينية لا زالت أولوية لدى مصر والعرب وتظل مكونا رئيسيا للعمل المشترك ودع رئيس السيسي إلى الاندماج بين شعوب المنطقة وطي صفحة الآلام من أجل الأجيال القادمة الفلسطينية والإسرائيلية على حد سوى أقول للشعب الفلسطيني في كافة بقاع الأرض نعم لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم وزادت أزمات المنطقة إلا أن قضيتكم لا زالت أولوية لدى مصر والعرب وتظل مكونا رئيسيا لعملنا المشترك وجزءا لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية ولن يتحقق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية فإننا نظل داعمين لسميدكم بالقدس وبجميع أركان فلسطين كما أتوجه لإسرائيل حكومة وشعبا وأقول لقد حنى الوقت لتكريث ثقافة السلام والتعيش بل والاندماج بين شعوب المنطقة وإنه لهذا الغرض فقد مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام التي تضمن تحقيق ذلك وفقا للسياق عادل وشامل فدعونا ندعوها معا موضع التنفيذ والنطوي صفحة الألام من أجل الأجيال القادمة الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء